أصبح الآن هناك إمكانية لتجنب الأمراض الوراثية التي يمكن أن تحدث للجنين من خلال تقنيات متعلقة بالإنجاب نتحدث أكثر بهذا الموضوع مع الدكتور سليمان طبيط استشاري أول الأمراض النسائية والتوليد والعقوم أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك قبل أن نتحدث عن هذه التقنية التي نستطيع أن نقول إلى حد ما جديدة تم استحداثها بالسنوات الأخيرة بعالم النسائية والتوليد والأمراض الجينية والوراثية وغيره نتحدث أول شيء عن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أمراض وراثية جينية أو كروموسومية عند الجنين يعطيكم العافية كما ذكرت هناك نوعين من هذه الأمراض أول شيء اختلاط الكروموسومات والكروموسوم معروف الذي هو يحتوي على الجينات فقد يكون هناك اختلاطات بالكروموسومات تركيبة الكروموسومات نفسها إما بالزيادة أو النقصان وهناك بعض الأمراض التي تكون موروثة بالجينات غالبا هذه الأمراض جزء منها يكون وراثيا أي موجود في عائلات معينة أو عند أشخاص معينين ويورثها لأطفاله فالفكرة يجت هنا أنه لتجنب مثل هذه الأمراض وعدم استمرار حدوث المرض بالأجيال القادمة بحيث أن الأمراض نفسها تكلف الأهل كثير ويشكل عناء للأب والأم مثل الإجهاضات المتكررة مثل فشل بمراحل أقصاب وأطفال النبيب لعدة محاولات طبعا الطفل الموجود إذا كان غير طبيعي بالعائلة يشكل ضغوط اجتماعية ونفسية فهون الفكرة يجت أنه نتجنب مثل هذه الأمراض لكي لا تحدث ولكي لا تصل قبل حدوث الحمل لنزل ما نعف عندما يحدث الحمل خلص انتهى الموضوع أنه الإجهاض ليس موضوع سهلا بعدة مجتمعات وعدة أمور فلذلك الفكرة أنه نتجنب حدوث المرض ونتجنب كذلك الإجهاض المطلوب جميل طيب إذا حديثنا اليوم سيكون من خلال هذه التقنية التي تعمل على فحص الأجنة قبل حدوث الحمل وهو الفحص الوراثي يعني من قدر نحكي إلى حد ما حكينا أكثر عن هذه التقنية إمتى تم إدخالها إلى عالم الطب بمجال النسائية والتوليد وفحص الأجنة طبعا بالسنين الماضية كان هناك تطور هائل بعالم أطفال الأنابيب اللي هو التعامل مع البويضة والتعامل مع الحيوان المنوي واستخداماتهم في مراحل الإخصاب لما وصلت النتائج لدرجة مرتفعة أي هناك مختبرات متطورة جدا وأجهزة ومعدات ومواد تستخدم بالمختبرات بشكل جيد فأجت الفكرة أنه الاكتشاف الأمراض الموجودة بهذه الأجنة طبعا الجنين نحن نتحدث عن حجمه 120 مايكرون لا يرى بالعين المجردة فسوف نتعامل مع هذا الجنين ونكتشف الأمراض الموجود فيه بما أنه خلية واحدة سوف نأخذ من هذا الجنين لذلك هذه التقنيات متقدمة جدا ومتطورة وليس بالموضوع السهل كما يفكر الإنسان فأخذت الأمور تتطور سنة عن سنة إلا أنه في السنين القليلة الماضية بدأت الأمور أنه تتطور حتى في مجال تشخيص الأجنة حيث تطورت تقنيات عديدة يعني كل سنة تقريبا في عنا تقنية جديدة لاكتشاف المرض الطريقة التي تستخدم في مختبر الأجنة هي غير مختبر الإقصاب وهنا تأتي طريقة الفحص الجنين وأسلوب فحص الجنين فمثلا مثال بسيط هناك أسلوب الفحص بالمادة المشعة الفلوريسنت التي كانت هي من أقدم الطرق والآن تطورت الأمور لوجود أجهزة ومعدات أدق بحيث تكتشف أجينات تركيب الجيني للخلية الواحدة في هذا الجنين جميل طب إذا نحكي عن الأمراض الوراثية دكتور بحداتها شو سبب حدوثها؟ ليش بتصير الأمراض الوراثية؟ طبعا هناك أسباب عديدة منها تقدم عمر الأم أي سيدة معرضة أن يأتيها طفل داون سندروم اللي هو المعروف الثلاثي كرموسومة 21 فكلما تقدمت السيدة بالعمر كلما كانت نسبة حدوث هذا المشكلة أكثر من الستات صغيرة بل السيدات الأصغر بالعمر عندهم قابلية أن يحدث هذا المرض لكن نسبته قليلة جدا فإحنا بسلوب رعاية الحوامل نستطيع أن نكتشف المرض لكن عند اكتشاف مثل هذه المشكلة طبعا صعب جدا تنزيل الجنين أو إجراء عملية الإجهار طبعا فلذلك الأفضل أن نتجنب هذا المشكلة خصوصا عند السيدات التي يزيد عمرهم عن 37 أو 38 عاما وهلأ زي ما أنت عارفة أن كثير سيدات تزوجوا بمرحلة متأخرة من العمر فأي سيدة بعد 38 سنة يفضل أن تفحص الأجنة قبل حدوث الحمل خصوصا إذا أريد جنين أو تنين بهذا العمر ولا تريد عشر أطفال فالأفضل أن نكتشف المرض قبل حدوث الحمل هذه واحدة من الأسباب هو تقدم عمر والآن هناك دراسات أثبتت كذلك أنه عمر الأب يلعب دورا فإذا كان الأب عمره فوق 60 أو فوق 55 سنة قد يكون سببا بتوجود هذه الأمراض طبعا معروف كذلك أن في بعض العائلات تكثر حالات الترايسومي هاي 21 اللي هو الثلاثية الكروموسومة 21 وهنا بنسبة 25% عند بعض العائلات قد تصل لنسبة هاي لحدوث مرض هذا عند الأطفال التي سوف يأتون طبعا معروف بمستوى الجينات الجينات هو الأصغر بتاخد الكروموسوم أنه هاي قد تكون طفرة طفرة تحدث لأمور بيئية لأمور هرمونات بالأكل أمور إجتماعية قد تأتي طفل يختلف عن إخوانه ولوجود طفرة معينة في مرض معين بوجود الجينات كذلك هناك بعض الجينات أيضا موروثة معروف أنه في بعض العائلات مثلا زي السكري فرضنا السكري هو عبارة عن مرض جيني موجود فقد يظهر المرض بعمر متأخر من الإنسان إلا إن هي تركيبة جينية موجودة به هاي برض بعض الأمراض مثل التلسيمية الأنيمية المنجلية والتلسيمية كمان أمراض موروثة وطبعا هناك حملة بالأردن حملة كبيرة لتجنب أمراض التلسيمية لأن الطفل التلسيمية بصراحة بيحتاج كل شهر دم وغالبا ما يعيشوا لعمر عشر أو عشرين سنة فهذا يكون ضغط على الحكومة وضغط على بنك الدم ويحتاجوا دم كتير وطبعا بيعاني أمراض الأهل وظلهم يعانوا مع الطفل فترة طويلة فلذلك الفكرة هون تأتي بالأمراض الجينية لتجنب مثل هذا المرض خصوصا إذا الأم كانت حامل للمرض أو الأب حامل للمرض فيأتي الفحص الجنين وفحص الأجنة مهم جدا قبل حدوث الحمل جميل طب دكتور أنت هون عم تذكر بعض من الأمراض الوراثية لكن فيه هناك عدد كبير من الأمراض الوراثية بالعالم هل هاي التقنية عم بتساعد بحل جميع الأمراض الوراثية مثلا عند الجنين قبل الحمل السؤال المهم هناك عديد من الأمراض وهو تعد بالآلاف المؤلفة احنا بالمرحلة الأولى قبل ادخال المرضى لبرنامج المساعدة على الحمل أو تشغيص الأجنة نقوم بالدراسة العائلة بالدراسة المرض العائلي أو بالدراسة المشكلة إذا كانت حصلت من أول يعني ممكن هذا الزوج والزوجة قد أتاهم ولد بالأول توفى أو عاش مريض فنقوم بالدراسة الحالة المرضية وتشغيص المشكلة المرض من ألاف الأمراض الموجودة عندما نقوم بتشغيص المرض عند الأب والأم إذا كانوا حاملين للمرض أو في طفل مصاب عندهم فنحدد المشكلة وين بأي جين أو أي كروموسوم ونقوم بالتحضير لمرحلة الإخصاب خارج الجسم عندها يكون أنه يبلشوا بالبرنامج يبدأوا بالبرنامج وبتنشيط المبايض وبأخذ البويضات وإحنا عنا معلومة كاملة عن المرض الذي سوف نكتشفه عند حدوث الأجنة بالمختبر بمرحلة الثمن خلايا نأخذ خلية واحدة ونكتشف المشكلة التي حددناها من قبل طبعا هذه تأتي بمراحل الموضوع يحتاج إلى شهرين أو ثلاث أشهر لتجنب المرض في الأجنة الموجودة لزراعة الجنين السليم في رحم الأم نعم طب بالنسبة للوقاية هل أصبح الإصابة بالأمراض الوراثية هل هناك مثلا أسليب وقائية نستطيع فيها تجنب الأمراض الوراثية مثلا؟ طبعا الحياة السليمة الحياة الصحية الاتباه للإنسان للأكل والشروب والحياة المثالية مثلا فتجنب كثير من حدوث الطفرات الوراثية إلا أنه التقنيات هذه تصل إلى المرض بشكل مباشر نستطيع أن نحدد المرض قبل حدوث الحمل وانتقاء الأجنة السليمة لترجيحها للرحم ومساعدة الزوجين بالوصول إلى المرض طبعا هناك أمراض كثيرة وموجودة بالمجتمع بكثرة إلا أنه في بعض المعوقات الموجودة بمجتمعات معينة التي تتجنب مثل هذا العمل أو الزوج والزوجة لا يرغبون بإجراءة مثل هذا رغم أنهم يعلموا أن هذا الإشي موجود نعم طب دكتور هلأ مثلا إذا نحن نحكي عن موضوع أطفال الأنابيب يعني إحنا ما عمنا نعمل مقارنة هو بعيد بعض الشيء عن تقنية أطفال الأنابيب إلى حد ما لكن فكرة أطفال الأنابيب حتى عند الأم والأب أو عند الرجل وسيدة بيكون بعيدا عن العبء المادي أيضا بيكون في عبء جسدي على السيدة نفسها تمر بمراحل كثيرة حتى تنجح عملية أطفال الأنابيب وغيره بالنسبة لهذه التقنية هل هي متعبة جسديا؟ بعدين نحن نحكي عن العبء المادي كمان لكن هل هي متعبة جسديا بالنسبة للسيدة؟ الفكرة هنا هي نفس مراحل طفل الأنبوب لا يوجد شيء زيادة أو نقصان نفس المرحلة التي تقضع لها إلى أغذ هرمونات لإنتاج العديد من البويضات نحن يكون لدينا عدد بويضات أكبر عدد ممكن لنستطيع اختيار الجنين السليم كلما أنتجت سيدة عدد بويضات أكثر والأوبتيمل هو المناسب بين 10 إلى 15 بويضة فإذا كان هذا العدد حصلنا عليه يكون لدينا مادة نعمل بها أي عدد أجنة لتشخيص من هو سليم ومريض فهي تقريبا نفس المراحل طفل الأنبوب لا يوجد زيادة وإنما العبء على المختبر أكبر والتقنيات الموجودة بالمختبر قد تكون أدق في الإجراء مثل هذه العملية ما مدى الدقة بهذه التقنية طبعا أصبح أنه خلال العشر سنين الماضية تطورت طرق التشخيص للأمراض الوراثية في المختبرات بشكل ملحوظ ومتطور وأصبح تقريبا 99% أنه التشخيص سليم فإذا قالوا أنه هناك المرض موجود بالجنين فهو فعلا موجود وإذا لم يكن موجود فهو يطلقون الجنين سليم فالتقنيات كثير تطورة طبعا لسه ما زال هناك تطور كبير سوف يحصل بهذا المجال مع الخبرات اللي عم بتزيد سنة عن سنة بالأردن أديش إله تقريبا أو ديئل هاي التقنية موجودة يعني كنا على مستوى تشخيص الأجنة بطريقة الفش اللي هو المادة المشعة صرنا أكتر من عشر سنين تقريبا نقوم فيها إلا تشخيص المرض الوراثي وجيني بالتحديد لمرض محدد من خمس سنين تقريبا من خمس سنين وقديش عم بيكون في إقبال مثلا على هذا النوع من التقنيات الإقبال كبير وعدد المرضى أيضا الذي يراجع العيادات ليس بالسهل إلا أنه هناك بعض التكلفة التي تضع على الأهل عبق إضافي وهذا طبعا مشكلة الإنسان بقدروا يقوموا بهاي التجارب والمراحل لأنها فوق طاقة بعض الناس يعني نعم لكن إذا نعمل معادلة بين حماية الجنين من أصابة الأمراض الوراثية وولادة جنين مصاب بمرض وراثي زي داون سندروم وغيره قديش بيضه هذا الموضوع عم بيكلف الأهل بشكل كتير كبير بالنسبة للحكومة أو لوزارة الصحة هل عم بيكون في دعم مثلا لأي نوع من هذه التقنيات؟ يعني الاهتمام أتصور أنه من الوزارة الصحة أو الاهتمام للأمراض الأولية أو للرعاية الصحية الأولية أكثر من تجنب الأمراض الوراثية لكن من بعض قراءاتنا وجدنا أنه في بعض الدول المتطورة المدعوم هذا الفحص من بعض الحكومات هناك تجنب من حدوث المرض الوراثي كان من نسبته 3% أو 4% نزلت النسب إلى 1% أي أنه انقفاض ملحوظ في عدد الأجنة المولدين هم من عندهم مرض وراثي بالنسبة للدول المتقدمة اللي عم بتطبق اللي عم بتدعمون بعض الدول لهذه الموضوع نعم نعم طيب دكتور إذا بنقدر نحكي شوي عن الأفاق المستقبلية لحل مشكلة الأطفال المصابون بالأمراض الوراثية قد يش عم بتطور الطب الحديث بهذا المجال وهل ممكن يوم من الأيام نصل إلى عالم خالي من أي من الأمراض الوراثية بالنسبة لأطفالنا طبعا هذا بتطلب تعاون كبير بين كل المؤسسات هون انه بيجي التقنيات أصبحت متوفرة وأصبحت موجودة بدها دعم مادي من بعض الجهات الرسمية لتشخيص المرض بالمرحلة الأولى فإذا تم تشخيص المرض وأصبح الآن تشخيص المرض سهلا يعني لا يوجد تكلفة تبعته قليلة إلا أنه التجنب منه هذا هو التكلفة تكون هناك إذا يمر معاها الطفل الأنبوب بالتشخيص بالمختبر فلذلك أنا برأيي أنه الموضوع مبشر خيرا نوعا ما إلا أنه يريد تعاون من جميع الجهات لتجنب هذه الأمراض فكما نرى في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات لأنه يوجد هناك عديد من الأمراض هذه موجودة إلا أنه مع الرعاية الصحية ومع الاهتمام وإيش اسمه كاونسلين نستطيع أن نصل إلى تجنب مثل هذه الأمراض إن شاء الله إحنا خدامنا نتشكرك دكتور سنيمان ويعطيك العافية أهلاً وزهلاً شكراً لكم ويعطيكم العافية الله يعافيك يا رب شكراً للمتابعة لا تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى تتابعوا كل شي جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة